السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم اصحابي حبايبي عاملين ايه اتمنى تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنقدم البندانة الجميلة ديت او ربطة الراس ديت هي خاصة بتفلة صغيرة لاتجاوز عمرها الست الشهور انت تقدر تعملها باي مقاس والاي حجمة بتقدر تعملها للكبار والصغار كمان بمقاسات الكبار او الحريمي اي مقاس احنا عاملين الوردة بتاعتها والاكسسوار بتاعها باللون الفضي عشان هي خاصة بمناسبة انت تقدر تغيري اللون بحسب اللون اللي انت عايزاه اي لون خاص بك ويلا بينا نبدأ على بركة الله شفنا المقدمة تعالي نشوف احنا هنشغل بخيط ايه انا هنشغل بخيط الازي كوتون جولد والحقيقة الخيط ده هو تاني خيط محبب لقلبي في الخيط الصيفي لاننا الخيط الاول المحبب لقلبي وكلكم يمكن عارفين لسألني كتير اللي هو البهار البهار ايه ده مية في المية قطن اما اللي زي كوتون جولد ده خمسة وخمسين في المية قطن زي ما انت شايفها خمسة وخمسين في المية قطن والخمسة واربعين في المية ايه اكليرك الخيط ده من الخيط الحلوة اللي هو لما مش بتتكسر لما بتتكوي معاكي مش بتتكسر بيفضل ايه على وضع يعني هو مش معالج قوي بس مش انتي بيلينج قوي بس ايه يعني هو حلو الشرن الميت جرام بتعمل تلتمية وتلاتين متر بترمي معاكي شغل كويس الخيط ده هو الطب هو بخترع علي الإبرة التريكو من 3.5 إلى 5 بس في الكروشي بخترع علي من 2 إلى 4 فأنا هشغل في الكروشي بإبرة رقم 3 أتمنى تكون واضحة بس أنت ممكن كمان تشغلي بإبرة رقم 2.5 أنا مش بفضل اللي هو بعد الثلاثة مش بفضل تشغلي بالخيط ده لأنه هو بعد الثلاثة يعني أنت عندك من 2 2.5 ممكن تشغلي ب2 2 هتبقى ضعيفة وخليه ناشف قوي فأنت عندك ال2.5 والثلاثة هيبقى أفضل الإبر أو أفضل مقاس اللي أنت تشغلي به الخيط ده عندك بقى 3.5 و4 هيبقى الخيط مرخي معاك وهيوسع ونبدأ نقول إيه فيه مشاكل في الخيط والخيط إيه أصلا مفوش مشاكل إحنا لازم نستخدم الإبرة المناسبة للخيط وبعدين في نفس الوقت أنا عايز أقول لك يعني معلومة هطول عليك المقدمة شوية أنت ممكن يعني أنت هو إيه لك هنا مثلا مقاسات أكيد كلنا عندنا كمية من الإبر امسيك المقاسات المبينة الإبر والشغل بيها وشو فيها وأفضل ملمس بالنسبة لك اعمليه تمام؟ حتى بعد كده أنا عايزة إبرة إيتامين أنا بفضلها لأنها نعمة ما بش بتجرح الشغل مش بتفتحه صغيرة كمان وفي نفس صحة هي الخرم بتاعي يقدر يلضم إيه الخيط ما عندي كش الإبرة هاتي الإبرة اللي هي البلاستيك بس أنا مش بفضلها دايما نخلي عندي جديد ببقى أحسن هتجيب أي اكسيسوار نحطه على البندانة فأنا هعمل منها وردة أنا هحط لك رابط بتاعها في صندوق الوصفة طبعا عايزين مؤسة عشان نقص شغلنا ويلا بينا نبدأ على بركة الله لأن الشغل الشغل بتاعنا بقى إزاي حد أن أنا هعمل في الأول السلسلة بتاعتي هات الغرزة البداية هتعملها بأي طريقة أنت بتحبيها هذه غرزة البداية أنا هشتغل هنا تعريبا نتفي الأول على المائس أول حاجة أنت بتاخدي دوران راس اللي أنت هتعملي له البندانة دي شوفي إيس دوران راس بتاعه وقللي عن دوران راس 3 سنتي تمام ليه 3 سنتي عشان إحنا قلنا الكرشي بيموت وعشان لما تتغسل وتموت ما توسعش قوي من الشخص اللي بلبسها فأنا عندي البنوتة دي مقاس دورانها 39 سنتي لما قلل منه 3 هديني كان 36 سنتي بس أنا مش هشتغل 36 سنتي بس أنا هشتغل 36 سنتي بشرط أن العدد دي قبل اسمه معايا على 5 ازاي؟ فيه ناس ما بتعفش تعملها فيه ناس بتعفش تعملها على طوله تعد وتقسم العدد على 5 وتشوفوا له قبل اسمه على 5 أوكي ما قبلش فرح من الزودة غرزة أو غرزتين على حسب ما هي محتاجة فبتكمل تخليه يكمل طب إحنا ما بنعرفش يعني أنا هكلم من ناس اللي مش بتعرف تخلي العدد دي قبل اسمه على 5 هستعملي إيه؟ هات الشغل تقولي كده أدي 1 2 3 4 5 أدي أول إيه؟ 5 ترجعي تاني 1 2 3 4 5 تاني 1 2 3 4 5 وبعدين 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 وبعدين أفضل باقي أشغل بالشكل ده خمسات 1 2 3 4 5 طول ما أنا أشغل وهوصل لمقاس معين أشغل للخمسات كده وقس بالصنج أشغل بالخمسات وقس بالصنج وصلت للمقاس اللي أنا عايزة خرص أو كده إيه؟ أوقف أنا هفضل أشغل كده بالمقاسات اللي أنا عايزة وهوصل لحد 36 صنج اللي هم تاني بقولك إيه؟ اللي هم مقاس الشخص اللي أنت هتعملينه مقاس دورانه هتنقصي منه 3 صنج وعلى فكرة ممكن تنقص 4 صنج كمان لو الخط معاك إيه؟ بيمط قوي مطط قوي لو مش مطط قوي كفاية علينا إيه؟ 3 صنج أنا هوصل بالمقاس اللي أنا عايزة واجي معاك أكمل اتغلت خمسات أو عدد يقبل إسمع على خمسة وجيت عائس معاك اللي هوت أنا إيه؟ طلع معايا كان بصي أهو 36 صنج شايفة؟ أهو 36 صنج يبقى أنا كده إيه؟ زبطت عددي وحلينا مشكلة للناس اللي بتعرفش تقول إيه؟ يقبل إسمع على خمسة تمام كده؟ تعالي بقى أنا خلاص كده دوراني رأس بتاعي حد أعمل إيه؟ هعمل أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة أنا عايزة أنزل كده فدي الخمسة بتاعتها فهنزل هنا دي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة يبقى أنا هنزل في الغرزة الكام العشرة عدة هلكتانية دي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هدخل أعمل فيها حشو تمام كده؟ هرجع تاني أعمل خمسة تاني واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وبعدين أروح عد تاني واحد اتنين تلاتة أربعة تمام؟ خمسة واعمل عدها تاني عشان فالتت مني واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة واعمل غرزة حشو واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة هرجع تاني عد تاني واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وانزل أعمل حشو هكمل السطر كله كده خمسات اعمل خمس غرز وانزل في الغرزة الخمسة بغرزة ايه حشو هكمل لآخر السطر خلصت الخمسات اللي انا عملتها وبعد كده ايه عندي آخر حاجة عملت خمسة وهسيب هنا واحد اتنين تقاتل اربعة خمسة هم خمسة اللي موجودين لان انا عامل العدد يقبل اسم على خمسة بعد كده هرتفع واحد اتنين تلاتة وبعدين هدخل بقى فين ده اعتبر عمود هدخل هنا في الغرزة جيت في الحلقة جيت هعمل تمانية عشان يبقى عندي تسعة ايدي عمود او كده اتنين تلاتة اربعة وانا واخد الفتلة اللي الباقية معي عشان اللي هي كان موجودة عشان طبقة كده خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تمام؟ وبعدين هروح على اللي بعدها على طول اعمل ايه حشو الخمسة اللي بعدهم اعمل حشو وبعدين اعمل خمس ثلاثل واحد اتنين تلاتة وراه على اللي بعدها اعمل حشو وبعدين هروح بعد كده على اللي بعدها اعمل ايه ايه دي واحد التسعة هعمل تسعة اتنين تلاتة تلاتة كده هنعمل العمود الرابع وبعدين كده العمود الايه الخامس السادس السابع تامن. كده العمود الايه? التاسع. بعد ان قلنا هنعمل في اللي بعدها في الخمسة اللي بعدها هنعمل حشوة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة سلاسر وبعد في اللي بعدها حشوة. وبعد كده هنروح على اللي بعدها على طول اعمل تسعة تانية. اجي واحد اتنين. هقرر بقى نفس الكلام كده. نفس اللي انا عاملاه. ان انا ايه? اعمل في الجيد اللي التسعة تسعة مويد. وبادي هنا حشو. بعد نعمل خمس سلاسل و بعدها نشبكينا حشو.40 راح تاني اللي هم الخمسة اللي هنا. الهاتسة اللي هنا. وكرر نغأ حد اخر السطر. انا خلصت الآيه زى ما انا قلت لك.ww خمسة. وبعد نعمل حشو. بعد كده لحشو. بعدها نعمل خمس غراء السلاسل. وبعد كده في اللي بعدها نعمل حشو. بعدا نكرر نفس الكلام. كررت ياما الحد الاخر خلاص. انا عملت التسعة في الاخرين. هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمس سلاسل وبعدين هنزل في نفس العين اللي كان فيها التسعة دول اعمل تسعة تانية دي اول عمود وبعدين التانية وبعدين كده العمود التالت الرابع الخامس السادس السابع التامن كده العمود الايه اللي جاي التاسع تمام وبعدين هعمل حشو في اللي بعدها اهي قصد الحشو ديت وبعدين هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبعدين هروح اعمل حشو هنا برضو تاني تمام كده اهو قصد بعضهم وبعدين هروح في اللي قصد دي تاني اعمل قصدها تسعة تانين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وبعدين تسعة تمام كده زبا انت شايفها وبعدين هروح اعمل هنا حشوة وبعدين هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هروح اعمل في اللي بعدها حشوة وبعدين هروح في اللي بعدها اعمل ايه هي هتلاقيها اصادة تانية حعمل تسعة تانية وقرر لحد اخر الغرزة هنا هعمل فيها تسعة اكرر الكلام ده انت شايفة كده خلصت ل ايه الداير التاني اللي قلنا عليه زي بزبط قصد ده قصد اللي اعمل فيها تسعة تسعة قصد الحشوة اصد الخمسة خمسة عملناها بالشكل دوت وخلصت انا اخر واحدة عملتها هنا كده حد انا طبعا كنت انت هنا عشان تتنقل من دي لدي عملت خمس غرز فانا برضو هعمل خمس غرز. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهافل بومنزلقة في الارتفاع في الغرزة التالتة من الارتفاع. واحد اتنين تلاتة في الغرزة التالتة. اهي. تمام? هافل بومنزلقة. تمام كده? حتى ان انا ارتفع واحد اتنين تلاتة. انا هعمل فوق العمويد جي عمويد بس ببين كل العمود وعمود غرزة. فارتفعت تلاتة يبقى كده ايه? غرزة كمان يبقى كده وروح فوق العمود التاني. اعمل عمود. وبعدين غرز السلسلة. وبعدين عمود. وبعدين غرز السلسلة. وبعدين عمود. وبعدين غرز السلسلة. وبعدين هنا برضو عمود. غرز السلسلة. عمود. غرز السلسلة وبعدين برضو ايه? عمود غرز السلسلة وبين برضو هنا عمود شوفي انا بعمل فوق التسعة. بعمل تسعة بس ما بين كل عمود وعمود غرزة. برضو ان هنا ايه? عملت اي جيت عالي هنا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. عملت التسعة. وبعدين هروح بقى انت كنت هنا عامل خمس سلاسل فاكره هروح اعمل فيهم حشوة. وبعد كده هروح على طول مباشرة على اللامة التسعة تانية اعمل برضو تسعة عمويد. بس ما بين كل عمود وعمود غرزة. هت غرز سلسلة وبعدين ادع عمود تانية وبعدين غرزة تانية. غرزة سلسلة وبعدين عمود. فوق التسعة تسعة. غرزة سلسلة عمود. غرزة السلسلة. وبعدين عمود. ورز السلسلة. عمود. انا ماشي واحدة واحدة عشان اخواتنا المبتدين هي سهلة جدا. وهي الحقيقة طلب احدى الصديقات يعني اه اه انا بعملها لصديقة ليا بس هي كانت طلب احدى الصديقات تلبها مني من المدة. وانا ما كانش عندي وقت ان انا عملها. بس ايه حان الوقت ان اعملها. كده خلصت بص زي ما انتي شايفه هوت. هبدأ اروح على الخمر السلسل اللي كانوا هنا دولا. شايفه هم? هعمل هنا حشوة. وارجع تاني اروح فوق الايه? التسعة تانين. اعمل تسعة. ما بين كل عمود وعمود غرزة. هكمل لاخر السطر. هكمل كده يما لحد اخر خمسة هنا. قبل الايه? لحد الغرزة ديت. التسعة دولا. هكمل بنفس النمط دوت كده. خلاص خلصت التسعة دولا. وبعدين اللي هما اخر تسعة دولا. اللي هما ببين كل عمود وعمود. وبعدين الخمسة دولا انا هبدأ ان انا اعمل فيهم ايه? هروح هعمل برضو سلسلة. عشان لسه ما بقى متواصل مش كل بين كل عمود وعمود غرزة. فانا عملت برضو غرزة. وهعمل هنا برضو تسعة ما بين كل غرزة. ما بين كل عمود وعمود غرزة السلسلة. تمام كده? يعني هعمل تسعة هنا برضو. ادي واحد. اتنين وغرزة السلسلة. تلاتة وغرزة السلسلة. اربعة وغرزة السلسلة. خمسة. وغرز السلسلة. ستة. وغرز السلسلة. السبعة. وغرز السلسلة. تمانية. وغرز السلسلة. تسعة. تمام? وغرز السلسلة. بعدين طبعا عملنا غرز السلسلة. وبعدين هناخد العمود الاولاني. العمود الاولاني غرزوته. وخلي باليكم ممكن تكون ايه. هتبقى مستخبية فين? اهي. شايفها? اهي. ادي عمود. ورز السلسلة. اتنين. ورز السلسلة. هكمل التسعة. خلصت التسعة اللي كانوا هنا. يبقى انا عملت ايه? في الاخيرة ديت. عملت تسعة ما بينهم غرز السلسلة. وجيت في السخمة السلاسل دولن. عملت التسعة برضو. تسعة عمويد. ما بين كل عمود وعمود غرز السلسلة. ورجعت عملت التسعة دولن. وبعد كده هروح بقى فوق الخمسة. اللي عندي هنا ديت اعمل حشوزة. ما كنت بعمل في الايه? في الناحية التانية. وبعدين هروح على التسعة التانيين دولن. اكمل برضو. تسعة عمويد. وامل كل عمود وعمود غرز السلسلة. هتكملي كده بقى للاخر. هتكملي بنفس النمط اللي انا مشيت به هنا. ونفس النمط اللي همشي بدي هنا. واللي مشينا به هنا طبعا في السطر ده. يماية الحد هنا اخر غرزة. وتعالي هقولك نعمل ايه? طيب كده خلصنا خلاصة هوت. وجيت عند الاخيرة عملت التسعة. اللي هم ابتوي دولن. وبعدين هعمل غرزة السلسلة. وزا ما انا عملت في الخمسة اللي هنا كان الخمسة اللي انا عملت تسعة عمويد ما بين كل عمود وعمود غرزة السلسلة. برضو نفس الكلام هاكرره هنا. هعمل هنا تسعة. ادي واحد. واتن غرزة السلسلة. اتنين. تلاتة. أربعة. خمسة ستة. سبعة. وبعدين اجي التامن. وبعدين اجي التاسعة. وبعدين غرزة السلسلة وبعدين هروح اقفل في الارتفاع اللي هنا. واحد اتنين تلاتة في الغرزة التالتة من الايه? من الارتفاع. هقفل بمنزلقة. واقطع الخيط بتاعي. كده خلصنا السلسلة الاساسي. تمام? وبعدين هبدأ اجيب الفتلة دي هتقشطبها. الابرة بتاعتي وبعدين هبدأ ان انا ايه? اشطبها امشي ما بين الغرس كده. ارجع كده. احاول ارجع هنا ما بين الغرس. تمام? طبعا انا هنا ده ده الوش بتاعي. فانا هبرجع على الايه? على الضغر. تمام? خلي بالي ان انا ايه? ما بقوص الدنيا. وبفتحها كده. على اساس ان تبقى ايه? مش مشدودة. وابدأ بقى اشطبها ما بين الغرس. تمام? ايه? خلص كده كفاية عليها. هي كده شطبها كده كفاية. وبعدين هبدأ ان انا اقطع خطي. كده السورتيت الاساسي كده خلص. عليك انت بقى ممكن تزويها بقى بالشكل اللي انت عايز اعمل آآ آآ زي كردون كده واي حاجة بسيط خالص للناس اللي آآ اللي ما بتاعش تشغل الكردون اوي. هنعمل حاجة بسيطة خالص نزوي بس بها دوت. انا جبت الخط اللي انا بالشغل منه اللي انا شغالة منه الوردة. اللي هو الخط الفضي. وبعدين جبت منه اربع فاتلات. زي ما انت شايفها دي واحدة اتنين ودي اتنين اومة كده اربعة. تمام كده? وبعدين هبدأ ان انا اجيبهم عند الحرف على الحرف كده. وهبدأ ان انا ايه? اعمل عروة وهنشغل سلاسل عادية. دول هعتبرهم كأنهم خط واحد. وجايب ايبرة كبيرة شوية. اهي. انا جايب ايبرة مسلا ايه? الابرة اللي انا جايبها لقب خمسة. بس عشان تعطيش تديلي الايه? الخيوط دي وما تفتلش مني. هجيب الخيوط. هعمل كأنها حلقة بداية عادية. تمام? اهي. حلقة بداية عادية خالص. وبعدين هدأ الشغل ايه? سلاسل. سلاسل بالطول ان انا دكك بداوت. تمام? اهو. سلاسل بس عادية. شايفها? هي مدية شكل جميلة. حلو ازاي? انا مرضيش اعملها كردون لان ده مفتل والخط ده عمزلهاش. فمش هتعرف تعمل فيه الكردون قوي هيدايقك. لان ممكن ايه? انت بتشغل الكردون هيطلع منك الفتل. واللي عايز اعمل بخط عادي انا هحط له طريط الكردون في صدوق الوصف. اللي هو عايز اعمل بخط عادي. الخط العادي هيساعدك يستعمل خط. بص هنا بص ده. بص هيدايقني يعني شايفها? انا الطريط انا فكها. انا ما بحبش ايه? اقرص على الخيط اشده. انا بحب الخيط بص يبقى سلس معي. وانا مشى. تمام? اهو. حمشي السلاسل. وبعد ما انا بمشيها. عشان كده انا جاي بقى بصي ابرة كبيرة. شايفها? اهو. والشغلها عايزة خلص وكل شوية ايه? الشغل اشوف اقس المقاس. تمام? اهو? هشغل بقى بالطول اللي انا عايزها. اشغلت مسافة معينة كده. بس انا عايز اتأكد ان انا مزبوط. فابدأ ان انا ايه? ادككه من هنا. هاجي مسلا من هنا كده. وهدكك او مسلا اهوة عشان اصحب الخط. من هنا كده. تمام? وهبدأ ان انا ايه? بس اهما تشايفها بصي? كده. في الخط اللي هو في النص. واسحب. شايفها بصي هيدي شكل حلو ازاي? هيدي شكل جميل جدا. واسحب اشوف انا ايه? محتاجة تاني اكمل سلاسل ولا? لا. فانا هكمل الاول كده هوت. اهو. الخط اللي في النص بتاعي اللي هو الايه? اللي هو مفرق دوت. انا برضه هشد هنا شوية. انتي بقى بالزواج بتريقتك يعني انتي اعملي اعملي خيالك يعني. انا بعمل حاجة بسيطة. ايه دي طفلة? مش محتاجة ان احنا ايه? نعمل تكلف زيادة. اه ممكن نعمل زي الكبار. فانا بعملها حاجة بسيطة خصوصا ان احنا حاطين مسلا اللون الفضي ده. يعني هو هو الواحده كفاية. مش محتاج ايه? ان احنا نعمل تكلفة زيادة. وبعدين هنزل دي هنا. تمام? وبعدين ابدأ اشد شغلي. طبعا انا دي عايزة على الاخر فهسبها هنا على الاخر هيت. شايفينها? عشان ابقى لقطة وزبطة. وابدأ بقى اشد الشغل كده مزبوط. اهو. تمام? وطبعا دي غرزة السلسلة مطاتة زيها زي الكروشي. كده اهو. انا كده مش محتاجة ان انا اعمل غرز زيادة. كده خلاص بالنسبالي. اهو. اكد بس انها دخل فيهم كلهم. اهو. عشان ما يبوزوش مني. وبعدين هدى اقفلهم بغرزة كده. انا انا ايه? اصبت نفسي. هعدل الشغل وبعدين هصحابهم كلهم. اهو. طبعا انا كنت عاملة خط طويل. فايه? هصحابهم كلهم اهوت. تمام? وقفلتها. وابدأ بعد كده بقى طبعا انا هنا على الضهر. خلاص اموتها كده على الضهر. هقص واسيف فتلة. يعني انا ممكن ايه? اعملها مرة كمان. يعني بصي شايفة ممكن اعملها مرة كمان كده عقدة. اهو. انا مش حاجة قصوم قوي عشان ايه? لو تفضلوا معي ايه? ينفعوني تاني. انا عملتها مرة كده. وبعدين هبدأ اقطع الخيط على بعد مسافة معينة. كده. واتبتهم. زي ما انا تبتت الفتلة اللي كانت هنا. هلضمهم برضو ايه? واتبتهم. هتبت البداية وهتبت النهاية. هم كتير شوية. فانا ايه? رحت جايبة الابرة اللي هي الاتخينة وبعد كده طبعا ايه? هبدأ ازبطها كده. همد دي كده بحيس ان تبقى ما ايه? ما ازبطة معي. ودي طبعا هبدأ ايه? من هنا كده. اشطبها. تمام? ودي هتشدي كده تتفرد اهي. تمام? وابدأ اشطبها. زي ما هشطب الناحية دي. هشطب ليه? ممكن امش تمشي في السلسان نفسه. احنا شبكناها. تمشي في السلسان نفسه ايه? برزتين تلاتة كده. اهو. بتتأكد انت بس بشدي كل الخطوة عشان ما باش ايه? عامل كالكعة. اهو انا مش بحب اقسيب حاجة معاكم. لازم ايه? بشطب معاكم كل حاجة. لان اللي هتعمل ليه انا هتعمل لنا حي تاني. شطب بطريقتك يعني مش لازم تلتزم باي طريقة. شو في اي طريقة انت بتريحك? ماشي? وشطبي بيها. اهو. انا بس بتأكد لان يدخط عش ممكن يفك مني. فعشان كده انا بتأكد ان انا ايه? اقفلتهم صح. تمام? كده خلاص. تمام? زي ما انا قفلت الناحية جي كده. زي ما انا شايفة كده. هقفل الناحية التانية برضو. قفلت الناحية التانية خلاص الناحيتين هوات. وركبت الزرار كمان. بان انا ايه? ركبت الزرار طبعا مصرقت وتركيب الزرار عادية. هتبقى هو ريالة نفس الوردة. وجبت وردة هنا. هبدأ ان انا الوردة اعمل ايه? هتني البنداني على اتنين او لصورتتها على اتنين. ده كده النص. فانا عايزها في الجنب مسلا. فانا هروح ايه? وعملها مسلا ايه في النحية دي? هجيبها انا كنت رادم الفتلة هنا كده. فانا عارفة ان انا هحطها هنا. هبدأ دي مسلا الوردة وانا بشطبها. انا هحط لك رابط الوردة في صندوق الوصف. هبدأ ان انا ايه? شايفة بصي ده تشريب الوردة. هنزل كده. اهو. وتبتها بس تبتها هنا كده كويسة. وبعد ان ابدأ اطلع هنا من هنا. من نص من هنا. ويجي. انا عارفة ان انا ايه? حطها هنا. وعشان هتأكد تاني بس معلش. ده النص. ده كان النص. فانا هحطها في الركنة دي. حدا ان انا سبتها في الركنة ديت. اهي. في الجزئية ديت. اهي. زي ما انت شايفة كده. باي طريق استراجة انت تحبيها. ممكن بقى تحط لها فصلولي. هل دم دي تاني. ده انتهى تاني هاد. هسبتها بس اداتها تثبيتها كده. ممكن تحط لها بقى لولاية. اه نص زرار اه اه زرار اللي هو نص لولاية دوت. اه فصل الماز. اي حاجة يعني. تسيبها كده زي ما هي مش هتفرق. انا هبدأ بصي زرار اللي هو نص لولاية دوت. هبدأ ان انا ايه? هدخلها فيها كده. واددوله ايه? تدبتين كده. ما انت شايفة كده. اهو. وحاول اخلاها ايه في النص. وارجع هدخلها من تاني. وارجع نزلها ممكن تحت كده. لو انا عايز ايه? اتأكد ان انا ايه منزلها تحت كده. وبدأ نرجع طلع مرة كمان. وبدأ ندخل من اللولاية تاني مرة كمان. وخلاص كده. وهيت. وبدأ ننزل بقى ايه? اشط طبع تحت. واتأكد ان انا فوق مزبوط. كده خلاص. هبدأ بقى ايه من تحت ايه? غرزتين كده. في الفضل اللي هو برضو موجود دوت. عشان اتبتها. اهو. بعد كده خلاص كده اشير الايه? الخط الزيادة. كده احنا خلصنا السورتت الجميلة جيد. هي سورتت حلوة قوي قوي. اه بسيطة وسهلة. اه تقدري تحط لها بقى اي وردة. تحط لها فيونكة. تحط لها اي اكسسوار انت عايزها. طبعا انت بتتزرر من هنا. اهو. شايفها? كده. طبعا انت لو ايه عايزة تكبريها او تصغريها ممكن بعد كده. لو ايه مسلا افترض مسلا ان البيبي بعد كده كي بلت ركبينها هنا حتي تقسك وتبقى كبيرة. بحيس تكبري عليه. ممكن تقعد معاها كزا سنة. يعني هيا دلاتي العقدة. ممكن بعد كده تقعد معاها ايه? كزا سنة. طبعا انا زررتها هيت. وهو الزرار من على الجنب. زي ما انت شايفها جميلة وحلوة. اتمنى ان انا تكون عجبتك. اه وتكون سهلة وبسيطة. ما تنسش عملي لايك وشير للفيديو. اه ساعديني في نقل المعلومة. زكاة العلم نقله. اه شاركي الفيديو مع اصحابك واصدقائك. اعملي لايك وشير. اعملي اشترك في القناة فعيل الجرس. عشان يوصل الكل جديد انا بقدمه. تكوني اول وحدة تعرف الجديد اللي انا بقدمه. والى لقاء اخر في حلقة قادمة ان شاء الله.